هذه مراجعة للمزراتي قراكالي في البداية دعونا نتكلم عن مزراتي طبعا للي ما يعرف مزراتي هي أكيد سيارة بعلامة إيطالية عرفت كثير بتعاونها مع فراري من ناحية المحركات الشركة الأمانة تعتبر شركة أسطورية لكن من وجهة نظري الفترة الأخيرة كانت غايبة بسبب أن أغلب الموديلات السيارات اللي عندها كانت موديلات قديمة والتكنيروجيا شوي كانت فيها متأخرة لكن في 2020 رجعت مزراتي بهوية جديدة خصوصا بعد اندماج القروب اللي هو قروب ستلانتس علامة مزراتي صارت هي أهم علامة أو العلامة الأفخم والأفخر في هذا القروب طبعا قروب ستلانتس للي ما يعرفه فيه شركة دوج فيه شركة كرايزلر برضو فيه ستروين جيب وغيرها من الشركات وعلامة مزراتي زي ما قلت تعتبر هي التوب في هذا القروب فاهتمام القروب في علامة مزراتي أتوقع راح يتغير كثير وزي ما قلت من 2020 اطلعت سيارات جديدة المزراتي مثل الامسي توينتي انطلاقة جديدة في عالم السوبر كار المزراتي برضو أعلنوا فيها عن القراكاري وبرضو عن القران تريزمو اللي راح نلاحظة انه مزراتي برضو من ضمن الأشياء اللي تبشر بالخير انهم اتخذوا هوية جديدة للسيارات هم مثل موجودة على الامسي توينتي الحين موجودة على القراكاري وبرضو موجودة على القران تريزمو ومستقبلا راح تكون موجودة على باقي سيارات مزراتي الآن دعونا نتكلم عن هذا الجميل القراكالي في البداية القراكالي تعتبر فئة السيارة فئة البورشا المكان وتقريبا هي المنافس المباشر من وجهة نظر مزاراتي المزاراتي حرفيا حطين في بالهم أنهم ينفسون المكان يعني هي تعتبر تقريبا في نفس فئة الـ X3, X4 من BMW, GLC من مرسيدس وغيرها من هذه السيارات الموجودة في هذه الفئة ولكن الهدف الحقيقي هي البورش بحيث أنها علامة فاخرة وفي نفس الوقت علامة رياضية طيب السيارة اللي معاي هي فئة المودينا السيارة تجيب ثلاث فئات فئة الجي تي والفئة اللي فوقها هي فئة المودينا زي اللي معاي والفئة الثالثة هي فئة التروفيو وفي فئة كهربائية لكن إلى الآن ما انزلت بالنسبة لفئة الجي تي وفئة المودينا يجون بنفس المحرك مع اختلاف في عدد الأحصنة اللي معاي المودينا تجيب محرك الأربعة سلندر ثنين لتر تيربو طبعا السيارة تجيب نظام الهايبرد علشان يساعدها في صرفية الوقود قوة السيارة 330 حصان والعزم 450 نيوتمتر وتسارعها من صفر المية في 5.3 ثانية حسب ما صرحت مزراتي السيارة معاي جابت 5.6 ثانية ويعتبر الرقم ممتاز يعني مع الأجواء الحارة اللي عندنا أكيد لما يبرد الجو أو تكون في جو أفضل راح تجيب أتقدر 5.3 بالراحة ممكن تجيب حتى أرقام أفضل من كذا بصراحة استجابة السيارة من صفر المية مع نظام الدفع الرباعي للأمانة جبارة وما لاحظت عليها أي إشكالية أما بالنسبة لصرفية الوقود بصراحة إذا أنت راح تدعس على السيارة ورح تاخذ راحتك فلا صرفية الوقود ما راح تكون الأفضل السيارة فيها نفس رياضي أما إذا أنت راح تسوقها بهداوة أعتقد أنك ممكن تجيب عليها أرقام جدا ممتازة هذه هي بطاقة صرفية الطاقة للسيارة كاتبينها تصر 13 وتعتبر ممتاز فهذا اللي حاب يثبت الشاشة أو يصورها هنا هذه معلومات السيارة أما بالنسبة لفئة التروفيو فهي تجيب محرك الستة سلندر نفس المحرك اللي موجود على الألف روميو طبعا هذا المحرك الستة سلندر ما أخوذ من محركات فراري بصراحة قوته في حدود الخمسمية وثلاثين نحصان إذا ماني غلطان راح أكتبه لكم للتأكيد مع العزم يعتبره الفئة الرياضية والمستهدف الحقيقي للمكان الجي تي اس أو المكان التيربو سابقا هو صار من مكان جي تي اس هو اللي يجي ستة سلندر والمودينة زي اللي معاي هي تستهدف فئة الأربعة سلندر من المكان طبعا بالنسبة لتصميم السيارة الأمامي بصراحة تصميم مزاراتي الجديد أشوفها من وجهة نظري مميز ممكن تحسها شوي ناعم ممكن يحتاج أن يكون أكثر شراسة خصوصا على علامة رياضية لكن ما قلل من جمالة السيارة أشوفها من وجهة نظري بصراحة جميلة ونقلة للسيارات منزراتي طبعا الشبك المعروف من مزاراتي مع الثانية الموجودة هنا دائما موجودة في سيارات مزاراتي اللوغو حق مزاراتي موجود هنا وفي الخلف موجود الرادار حق السيارة الكاميرا العمامية طبعا تجي بحس اثماثات المنمية فهذا شيء أكيد في سيارة في الأخير مزاراتي العلامة الموجودة هنا هي العلامة الوحيدة للسيارة باللون الأزرق الفاسي كثيرا علامة جدا جميلة أساساً لون السيارة بصراحة جميل أنا ما أدري إذا الفيديو ما أعطيه حقها أو لا درجة اللون بصراحة عجبتني كثير الإنارات اللي عليها طبعاً تجب إنارات النهرية وإنارات أيدي علامة مزاراتي الموجودة هنا صراحة هذه من التفاصيل الحلوة الثلاث نقاط الموجودة هنا بالعادة بعض السيارات يحط لك الإنارات الصفرة أو العواكس الصفرة موجودة هنا مزاراتي قرر أنهم يحطونها هنا والثلاث نقاط ترمز نفس العلامة الموجودة هنا على الرفرف حيث ان يكون فيها تناسق حركة جميلة الفئات دائما تكون مكتوبة هنا على الرفرف فهذه فئة المودنة LGT برضو كانت راح تكون مكتوبة وكل فئة راح تكون مكتوبة هنا على الرفرف حيث انك جار في الفئة اللي انت تشوفها طبعاً إضافة على موضوع الحساسات الأمامية الحساسات جاهية شوي على الجنل فسيارة تقدر تنبه كذا فيه أشياء على جانب السيارة وراح يبيّن معاك مع نظام الحساسات داخل السيارة فهذه اضافة جميلة فحيث انها تقلل من خطر الاحتكاك الجانبي الجنوط الموجودة على هذه هي جنط 20 انش طبعا نيجي عليها جنوط 21 انش برضو اذا حبيت يعني ترقيها زي ما قلت السيارة تجي بنظام الدفع الرباعي الفرامل الموجودة بصراحة فرامل السيارة ممتازة نشوف الكليبرات باللون العصفر مع كتابة مزراتي وبشكل عام تصميم السيارة الجانبي برضو اشوفها جميل مسكات الابواب اعطت حداثة اكبر تحس انها شوي ناعم لكن لمساتها خصوصا لو تلاحظها على الجن من وراء متوا شايفين الثانية هذه الموجودة هنا بصراحة اضافة جميلة على السيارة الزوائد الموجودة هنا برضو ما اعطي شكل لطابع رياضي اكثر اذا جينا لتصميم السيارة الخفي الامانة تصميم السيارة من وراء جميل كتابة مزراتي خط الكروم الموجود هنا مع الثانية زي ما قلت المعتادة من مزراتي كتابة قراكالي في هذه الجهة باب الشنطة كهربائي وجود الكاميرا الخلفية والحساسات الخلفية ومخارج الاكزوز الاربعة خلونا اسمعكم صوت السيارة وبعدها نكمل طبعا زي ما سمعته صوت الكزوز بصراحة صوت الكزوز جميل لما تحط في بالك ان السيارة اربع سلندر هايبرد لكن اكيد شئت الستة سلندر الكزوز فيها بيكون رياضي اكثر وصوته افضل اساسا حتى يعني ممكن احط لكم مقطع صوت اذا حصلت بغض النظر نكمل على القراكالي فتح باب الشنطة كهربائي مساحة الشنطة في السيارة بصراحة الصوت هذا شوي تحس انك انك ترجع بتريلا لكن عموما مساحة الشنطة 535 لتر تعتبر بصراحة ممتازة المساحة على حجم السيارة وفئتها من الاشياء الجميلة انهم حطين لك هذه الاماكن لتثبيت الاغراض يعني مثل مقاط حطين لك هنا طبعا الكترجات السيارة وجود اينارتين ال اي دي في الجهتين وهذه اضافة برضو جيدة بصراحة تقدر تصوت المراتب لك بشكل يدوي من هذا المكان برضو عندك مخرج 12 فولت هنا سواء شبك البطارية لو حبيت توقف السيارة الفترة الطويلة او اذا كمعك اي اغراض هنا وحب تشبكها بالكهرب عندك هنا علاقة الى الاكياس بحيث ان لو كان عندك كيس ما يتنقل في كل مكان برضو موجود هنا في هذه الجهة وموجودة برضو الستارة و برضو هنا تكملة الستارة بسبب تصميم الشنطة فجاي قطعتين برضو حبيت من ضمن الاشياء اللي حاقتينها هو هذا الصندوق طبعا مفلين بحيث انك موزن خفيف لك وكان عندك اغراض تقدر تحطها هنا تشيلها تأخذها معاك وترجع وتركبها هنا لها مكان محدود هنا فيرجع يتثبت بحيث انك لا تسمع صوت كثير داخل الشنطة هذه بشكل عام كانت انطقت السيارة طبعا اول شي راح تلاحظوا اذا فتحت الباب الجهة اللي تحت هنا هذي كلها من الجلد طبعا شي يليقب طخامة منزراتي موجود على الباب سماعة سماعتين ثلاثة خلوني احط الوايد انجل بحيث ان كل شي يكون باين فهذه كلها اضافات ممتازة النظام الصوتي اللي في السيارة هذا هو اسمها 21 سماعة ثري دي بصراحة نظام الصوت ممتاز حسيت ان البيس فيه شوي قوي لكن بشكل عام صوت الصوت فيها ممتازة زي ما قلت الجلد تقريبا في كل مكان داخل الباب بس الدرج هذا اللي جاي من البلاستيك والدرج الموجود تحت هذا الزر الباب كهربائي فهذا الزر اللي يفتح الباب لكن في حارة تعطرت البطارية تقدر تفتح الباب من هنا وبرضو موجود عليها التخشيف قطعة الخشب الموجودة هنا خشب طبيعي تقدر تحس بعروق الخشب يعطي شعور جدا جميل وعالي الدرجة الموجود هنا خاصة بعلبة موية مثلا او شي وتقدر تحط فيها علبة النظارة خصوصا السيارة لا فيها بيت نظارة هنا اما بالنسبة للمقاعد فبصراحة مقاعد السيارة فيها اشياء ايجابية وفيها اشياء سلبية ايجابيا شكل المقاعد بصراحة جميل نوعية الجلد الموجود عليه بصراحة كواليتي حقها ممتاز جدا كتابة مزاراتي او علامة مزاراتي موجودة هنا التطريز باللون الابيض علشان يكون التطريز باللون مختلف هنا موجود بالاسود لكن الاطراف جاي باللون الابيض طبعا تقدر تتحكم بتقديم وترجيع دعامة الفوذ وبرضو طبعا الكرسي كهربائي العيب اللي في السيارة ان الكرسي جوانبه ضيقية بصراحة اذا شخصي بيركب سمين او جسمه كبير ما رح تكون الريح سيارة يعني لو تلاحظون الجوانب دعمياتها جدا جدا كبيرة مع العلم انها محطوطة على اوسع شيء فالكراسي المزاراتي جايه رياضية كثير طبعا بعد ما نركب خلونا اول شيء نشغل السيارة تشغيل السيارة جاي هنا على الدروكسون تضغط فرامل تضغط على الزر وشتغلت السيارة طبعا تصميم السيارة الداخلي بصراحة جاي انيق كثير يعني ويعكس الفخامة لكن في نفس الوقت الرياضي علشان كذا انا افهم توجههم من مزاراتي بشكل عام رح تكون منافسة البورش اكثر من انها سيارة فارحة بالنسبة زي ما قلت تصميم الدروكسون بصراحة رياضي انا اشوفه من وجهة نظري جميل جدا زر التشغيل التحكم بوضعيات القيادة من هنا هذه وضعيات الوف رود وضعيات الكمفورت الجي تي وبعدها وضعيات الاسبورت طبعا وضعيات الاسبورت خلي السيارة شوي تنزل يتغير شكل عدادات زي ما انتوا شايفين في كل وضعيه لها تغير مختلف الجير استجابتكم مختلفة يعني وضعية رياضية وفي سيارة مثل مزاراتي يعني لي كانت تخيل حتى الدروكسون يتغير قساوته من ضمن الاشياء الجميلة الشفترز الخاصة بمزاراتي يعني صراحة حجمها يرضي تحس انك فعلا راكب سيارة رياضية طبعا مفصولة عن الدروكسون بحيث انك لو كنت لافو بتعشق ما تضيع مكانها علي صار السالب والموجب في الجهة الثانية الاشارات موجودة من هنا والزر موجود هنا الخاص بتنبيه الخروج عن المسار بالجهة هذه التحكم بالشاشة حقة العدادات تتحكم وضعيات مختلفة او حتى تقدر تتحكم بشكل او ثيم الخاص فيها من هنا موجودة ثلاثة في الكلاسيك في الايفولد حيث ان يعطيك مساحة اكبر هنا والعدادات تروح شوي على الجنب ويتغير شكلها او فيه وضعية ثانية اللي هي وضعية الريلاكس الريلاكس يشيل لك كل الاشياء بس يحط لك ثبت السرعة بغض النظر عن الوضعية طبعا نكتب لك الوضعية انها سبورت هنا لكن هذا شكله بصراحة انا اكثر شكل فضلته هو وضعية الكلاسيك يعني يعطيك شكل عدادات بشكل جميل او برضو من ضمن الاشياء طبعا السيارة زي ما تشايفين هنا فيها هيد اوب تس بلي الموجود هنا المشكلة لما راح اقدر ابينا بظهر او لكن يعني يعني باين شوي يحط لك السرعة سرعة الشارع حسب الخرايط حقة مزاراتي فهي ما هي دقيقة بصراحة ونظام الخرايط فالهيد اوب تس بلي في السيارة بصراحة عملاق ولاحظت انها مفيد يعني ما تنزلت ناظر الشاشة بشكل كبير او برضو من ضمن الاشياء الموجودة الساعة هذه دالات مزاراتي السابقة كانت تجي بساعة عندي وكلاسيكية وبعدها غيروها بشاشة كفكرة ما حبيت انه او غيروها الشاشة لكن بعد ما جربتها حبيت الفكرة كثير لانه طبعا تقدر تكيب الساعة من هنا فيها ثلاث خيارات خيار سبور مثل موجود هنا تشوفوا الاحمر اللي يمشي هذا الثواني الخط اللي بالاحمر الدقايق وقو الساعة او برضو عندك الكليسيك اللي هي نلاحظها كثير على الساعات مزاراتي العادية شكلها برضو جدا جميل وعندك الديزاين بتكون شاشة ديجيتال عادية انا اكثر شكل فضلتها السبورت راح اياتي شكل جميل برضو لها فايدة اضافية انك تقدر تحط مثلا الكامبس اللي هي البوصلة او البادلز بحيث انك كم حجم البريك اللي انت قاعد تضغطها وحجم البنزين فهذه بصراحة برضو حركة اللي حابها وعندك الجيميترز اللي هو لما ترف بالسيارة كمية الجي او الجي فورس اللي قاعد تحس فيه في السيارة فهذه برضو من الاضافات الجميلة انا بفضل ان يخليه على الساعة بصراحة واما اذا جينا للشاشة على السريع طبعا في شغلة واحدة لحثتها انه بصراحة لما يصير حر زي كذا هيكون فيه شوية تلاق في الشاشة هل هو خاص بهذه السيارة أو بشكل عام للأمانة ما أدري ما أبقى أحكم لكن أول مرة واجهتها وستغلت فيها ما زالت تستجيب يعني الشاشة ما تعلق لكن تصير تتأخر كثير عندك وضعيات هنا مثل الخرايط الموسيقى والراديو الجوال فيها نظام الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو سواء عن طريق السلك أو وايرلس البيك اللي هي تتحكم فيها في اعدادات كثيرة نحن أوريكم إياها هنا خيار البرامج الموجودة على من هنا خيار البرامج الموجود على السيارة فيها أكثر من برنامج برضو موجود هنا شاشة الهوم اللي يحط لك الخريطة مثلا والأبل كار بلاي أو حسب ما تبغى هنا عندك بعض الاختصارات اللي هو اسم البروفايل تنبيهات إذا موجود درس الحرارة الخارجية والكاميرات والكاميرات نحتاج نتكلم عليها أكثر زي ما أنتم شايفين يعني دقة الكاميرا ما هي بصراحة الأفضل لكن عندي وجهة نظر زي ما قلت صباوة الكاميرا على سيارة في الفئة السعرية اللي هي موجودة فيها كسيارة فاخرة بالأمانة من وجهة نظر يشوفها تعبان لكن إيشفع لها أنه بصراحة في الليل مهما كان الجو بره ظلام الكاميرا واضحة في الرؤية الليلية بدون أي مشاكل فهذا شيء يحسب لها للي يحس النظام الشاشة متعارف طبعا السيارة المحطوطة هنا قراكالي لو تقدرون تلاحظون فيعني ثمام شوي بالتفاصيل زي ما كنت أقول اللي يحس النظام الشاشة مألوف له هو نفس نظام الشاشة الموجود على سيارات الشروكي الكرايزر المفروض الجيدة فهو نظام خاص بنفس القروب كل القروب يستخدمون نفس النظام تقريبا في وضعية البرفورمانس صراحة وضعية جميلة يطلع لك فيها الضغط حق التيربو العزم ال 450 على هذه السيارة وبرضو الزيت ضغط الزيت التورك منيجمنت بحيث ان التورك كيف توزيعها على الكفرات برضو موجود عندك هنا دراك ريس في حر انك سويت لنش كنترول على السيارة وحبيت تشوف الرقام السيارة راح يطلعها لك هنا واذا نزلنا من الشاشة عندك التحكمات بالغير موجودة من هنا من ضمن الاشياء الجميلة بصراحة جدا في السيارة اللي عجبتني كثير طبعا لو صارت السيارة بالبي تحطها مثلا هنا بالن أو بالدي وبعدها تقدر بعض الاختصارات تسويها مباشرة عن طريق الشفترس مثل موجود مثلا على سيارات فراري وبعض السيارات الرياضية يعني حاليا للسيارة بالن مجرد ما أحطها على الزائد السيارة على طول حولت من نفسها إلى الدي ضمن الاشياء بصراحة اللي ما عجبتني كثير في السيارة إن نقطة ضعف من وجهة نظري الجنط الالكتروني موجود هنا لكن مع الأسف ما فيها أوتو هولد وش السبب الله أعلم هل راح ينزل بعدين المفروض يعني انت الجنط الالكتروني فإضافة الأوتو هولد المفروض أنها ما تكون بالصعوبة هذه لكن حاليا السيارة ما عليها أوتو هولد فإضافة الاختصار هذا لما توقف عند شارة بس تسحبهم مع بعض يحولها لأن يعني تحسس كأنك ما زلت راكب سيارة رياضية وإضافة جميلة بعيدا عن أزرار القير نجي بعدها طبعا ما عليش خلنا نتكلم أكثر عن القير القير يجي ثمان سرعات زد اف استجابة القير بصراحة لما يكون على وضعية الكمفورت ووضعية الجي تي الجي تي يعتبر جيد الكمفورت استجابة تصير بطيئة وتعشيقات تصير ما هي محسوسة خصوصا أن التعشيقات في عالية زي ما قلت هي لثمان نمر في السبورت استجابة ممتازة لكن ما هو استجابة سيارة رياضية فعليا يعني في الأب شفت سريع لكن في الداون شفت شوي بطيء في يعني ما هو أكثر سيارة رياضية ولا أتخيل اللي هيشتري السيارة يبغاها لأداء رياضي بالكامل لكن ملاحظة شوي على القير غير كذا في الاستخدام العادي والاستخدام اليومي ما لاحظت أي مشكلة على القير التيربو فيه لاق بسيط لكن مع محرك الهايبرد ما تلاحظه كثير لكن فيه شوي تلاق خصوصا على الوضعيات العادية لكن لما تحول الوضعية الجي تي أو وضعية السبورت لا راح يكون استجابة ممتازة وما راح تلاحظ التيربو لاق نهائيا الشاشة الموجودة هنا هذه خاصة بالتحكم بالتكييف هنا التحكم بالمروحة التحكم درجات الحرارة منفصلة طبعا طبعا فيها تجفئة المقاعد العمامية فيها اختصار انك مجرد تحط تصبعك هنا تحركك كده يمين يزيد المروحة مثلا قد ما تبي أو يتراجع هنا قسلك المروحة ونفس الشيء إذا تبغى تنزل درجة الحرارة أو ترفعها إضافة بصراحة حلوة لو كنت تسوق إذا أنت سايق في السيارة فما يحتاج انك تنزل راسك وتدور ونزل الناقص وتزاد من هنا ومن هنا مجرد ما تحرك سبع كمية ويسار أو فوضو تحذ تتغير درجات الحرارة طيب من ضمن الأختصارات برضو الموجودة هنا في الشاشة التحكم هنا عن طريق بالإنارات المحيطية تصير باللون الأحمر بس إذا صارت السيارة بوضعية الاسبورت في غير وضعية الاسبورت عندك الورم اللي هو جاي باللون الأصفر وضعية الناترول جاي بين الأبيض والأصفر وضعية الكل جاي أبيض على أزرق أو تقدر تطفيها وما تشتغل طبعاً ينارات المحيطية راح تحصلها شوي شغالة هنا على السماعات وراح تحصلها تحت راح أترككم الحين في فيديو تشوفون كيف طريقتها بعدها الاختصار الموجود هنا هذا هو الخاص بارتفاع السيارة طبعاً الحين محطوطة على ايرو 1 ايرو 1 من ناحية اللي هي ايرو دهيني ما يكفى انه لما تنزل السيارة تصير في أفضل وضعية فيه الايرو 2 لكن للأمانة ما عرفت كيف أحطها على الايرو 2 دائما مطفي في بغض النظر عن وضعية القيادة في عندك النورمل وعندك الرود 1 الافرود 1 والافرود 2 اللي هي لو تبغت رفع السيارة الافرود فزي ما قلت لكم نظام التعليق السيارة هوائي من هنا التحكم بالساعة زي ما هو الريتكم هنا تخزين وضعيات مقعد السائق وهنا التحكم زي ما قلت لكم خلنا نقول دعمية الجوانب الكرسي تقدر تحكم فيها من هنا وتقدر تحول على كرسي برضو الراكب وتسوي فيها نفس الشيء ومن هنا تقدر تتحكم بالإضاءات الخاصة بالسيارة خلها الأوتو السيارة تصير تطف وتشغل على كيف تحتاج تدخل منك هنا موجود عندك شاحن لاسلكي على السريع هنا مساحة تقزين فتحة USB وفتحة USB C الجميل فيها انها جاية مبطنة من داخل فتعطي فخامة وتلغي لك الصوت الموجود هنا لو كان البلاستيك عادي برضو موجود هنا اثنين حامل اكواب وارضية حامل كوب ستانلس لكن لا تبريد ولا تدفئة واخيرا موجود هنا عندنا التكاية التكاية طبعا مكسوبة من الجلد سيارة بها الفئة وجاية من داخل مبطنة كما تلغي الصوت هنا في حالة البطارية صارت ضعيف وتحط مفتاح موجود هنا ومخرج 12 فولت عشان إذا حبيت تشحن الآن نتكلم عن المقاعد الخلفية طيب بالنسبة المقاعد الخلفية بالنسبة للمساحة الرأس فتعتبر معقول أنا طولي 171 أشوفها جيدة يمكن لو شخص أطول مني يعني إذا مترين ممكن يكون شوية عاني لكن على طول أشوف ها ممتازة مساحة الرجول بصراحة في السيارة ما عليها أي إشكال هذا تصميم مقاعد من الخلف جاية من الجلد هذه الكطعة مغطية بالجلد هي بلاسك لكنها مغطية بالجلد عشان يعني يعطونك حساس الفخامة فيها مكانين من الأوراق في الجهتين فهذه إضافة برضو حلوة هذا هو تصميم الباب الخلفي مقارب للأبواب الأمامية مع تطعيمة التخشيب السماعة برضو الزر الخاص في فتح الأبواب نفس الموجود قدام عندك هنا فتحتين للتكييف بس التحكم عن طريق التكييف تقدر تطبي أو تشغل من قدام ثم بعدها تقدر تتحكم بأنك ترفع المراوح وتكسرها من هنا موجود تحت فتحة USB وفتحة USB C زي ما قلت مساحة الرجول بصراحة حسب كلام مزاراتي فهي الأفضل في الفئة اهتموا في المقاعد تصميم المقاعد الخلفية جاية نفس المقاعد الأمامية مع علامات مزاراتي الموجودة هنا يوجد فيها تكاية مع اثنين حامل أكواب ومكان في الجوال لكن ما فيها مكان للتخزين وبرضو فيها أماكن لتثبيت مقاعد الأطفال المكان فقط لتثبيت مقاعد الأطفال تعتبر برضو هذه إضافة حلوة وفيها السكف البنورامي راح حط لكم السعر وتعالوا نتكلم عن قيادة السيارة كثير من الناس يطلبون مني دائما يشوفون المفتاح هذا هو شكل المفتاح جاي عليه الجلد علامة مزاراتي وهذا شكل من قدام القفل مع علامة مزاراتي مرة ثانية فتح العبواب فتح الشنطة بضغطتين وهنا تقدر تفتح هذه نارة يضيع السيارة في الليل وهذا شكل هذا الجم دائما مفاتيح مزاراتي فيها وزن لكن وزن هذا المفتاح أقل من مفاتيح السابقة أعتقد أغلب سيارات مزاراتي سيكون هذا شكل مفتاح لكن راح نشوف من الأشياء التي لم قلت لها السيارة تشترك في الشاسي مع الفا روميو و ستيلفيو و نفس الشاسي مستخدم على الجراند شروكي فهذا السيارتين يشترك في نفس لم أخذت السيارة أخذت ساعتين لما بدأت أتعود عليها أول ساعتين يعني أنا لم أخذ السيارة وأنا ما أدري يعني كان عندي ردت فعل شوف ويسل بي على سيارات من زراتي السابقة ما كنت من أكبر معجبين فيها ما أشوف ها يعني مثلا إذا رحنا للفخامة ما كانت هي الأعلى الفخامة ولا الأعلى وحتى من ناحية التكنولوجيا كان يميزها دائما هم يستخدمون محركات فراري في غير السيارات التي تستخدم محرك فراري كنت أشوف أنه ما في أشياء كثيرة تميزها غير علامتها وأسمها بشكل عام حاليا لا السيارة صارت نافس التكنولوجيا زي ما شفتوا في الداخل صراحة تعتبر على الأقل ممتازة إذا ما كانت الأفضل في فئتها فهي تعتبر بصراحة ممتازة كل الأشياء الجديدة موجودة فيها باستثناء نظام الأوتوهولد بصراحة منيت أن يكون موجود لكن بغض النظر صارت سيارة تقنية ممتازة جدا من ناحية الفخامة انتقلت إلى مرحلة ثانية من ناحية التخشيب من ناحية أنواع الجلود فهذه كلها إذا فات ممتازة فصراحة السيارة صارت فخمة وحرفين بطابع رياضي أما من ناحية قيادة السيارة إذا انتحطها على وضعية الكونفرت فصراحة سواقة السيارة عادية النظام التعليق في السيارة يميل لأنه يكون قاسي لكن ما هو سيء المراتب هي شوية رياضية فزي ما قلت الأجسامهم كبيرة ممكن ما تكون هي أريح مراتب لهم اللي أجسامهم أصغر وأنحف ما أعتقد راح يواجهون أي مشكلة السيارة من الداخل تعطيك طابع الفخامة اللي انت تحتاج مع اللمسات الرياضية ما أبغى أبالغ موضوع رياضية رغم من السيارة 330 أحصان لكن ما أبغى أبالغ في هالم موضوع كثير السيارة معطيها وزن شوي ثقيل فالالتفاف السيارة تروح معاك لكن تحس بوزنها على حجمها تمنيتها تكون أخف من كذا فالالتفافات يكون وزنها أقل لكن بحكم أنها هايبرد فهي ما هي الأفضل من ناحية متعة الالتفافات السيارة ترف معاك لكن بصراحة ما أشوف هي الأفضل يمكن لو كانت عادية أو في الهايبرد دائما معروف أنها ثقيلة فهذا الشيء يتقل على السيارة ويجعلها أداها شوي أقل وخصوصا أنها سيارة أساسا SUV ما هي سيارة سبورت خليني أتكلم معاكم أنا أشوف السيارة من المستهدف منها الهدف من السيارة أو الأشخاص المستهدفين من السيارة إذا أنت حاب تشتري سيارة SUV بهذا الحجم اللي هما هو الحجم الكبير مثل الكيان أو X5 الحجم هذا من سيارة SUV حاب تأخذ حجم الأصغر مثل GLC مثل X3 أو X4 أو المكان الذي هو السيارة المنافسة فالمزاراتي صارت إضافة جميلة جدا جدا في السوق القراكالي والفئة هذه أول مرة تدخلها مزاراتي لكن واضح أنهم داخلين بقوة زي ما قلت اهتمام القروب في السيارة أتوقع أنه سيكون كبير ضمان السيارة ممتاز الضمان خمس سنوات مفتوح الكيلو نادرا ما كنا نشوفه على سيارات إيطالية فهذا إضافة جدا ممتازة بالنسبة لعقد السيانة في السيارة خمس سنوات أو خمس وسبعين ألف بمعنى أن لو شراء السيارة أول خمس وسبعين ألف كيلو أو خمس سنوات من عمر السيارة ستقرها مع وكيل واحد وراح يكون فيها اهتمام أكبر مستقبل السيارة أشوفه ممتاز إذا أنت شخص أو سواء أنت أو أنت تبحثون عن سيارة في هذه الفئة الفورش مكان للأمانة النقطة الضعفة الأقوى أنه صار لفترة طويلة في السوق انتشارة صار أكبر الناس صارت تعرفة ملت منها والتحديث القادم للمكان راح يلغون فيه أشياء كثيرة أساسا ما في إلى الآن شي مؤكد أنه راح يكون في مكان جديد أو لا في احتمال أنها راح تنلغي وتنزل سيارة بديلة والسيارة على كنام بورش اللي راح تجيه على حسب أكثر الأخبار أنها راح تكون سيارة كهربائية ما راح تكون سيارة بمحرك بنزين إذا أنت كنت تستهدف مكان وحاب تشتري سيارة بنفس الفئة السعرية تقريبا هم جدا متقاربين في السعر بنفس الفئة السعرية أوكي ممكن تخسر اسم بورش لأن بورش اسمها عريق وكبير جدا لكن بنفس الفئة السعرية سيارة جديدة في السوق التكنولوجيا اللي فيها جديدة الضمان اللي فيها ممتاز عقد السيانة اللي فيها جيد فالسيارة ندرتها أكثر من البورش مكان أكيد البورش مكان له انتشار أكثر السيارة ما زالت نادرة اسمها قوي أي أحد راح يسمع أنه معاك مزاراتي ما زالوا الناس لما تقول لهم مزاراتي يأتي في بالهم كأنها نفس فئة البنتلي نفس فئة السيارات هذه أغلى من قيمتها ما زال اسمها يعطي أغلى من قيمتها فهذه إضافة قوية لها يعني اسمها اسم مزاراتي عند الناس أقوم أنك تقول مثلا أنا معين مرسيزس أو أنا معين بي أم دابليو مزاراتي خير لها واقع مختلف جدا أنها تكون سيارة إيطالية فهذا شيء إضافة جميلة عشان ما أطول إذا أنت تستهدف المكان أنا أنصحك صدق أنك تروح وتشوف القراكالي بصراحة جدا جميلة نقلة نوعيا مزاراتي وأتوقع مستقبل مزاراتي راح يكون ممتاز بناء على هذه السيارة وهذه كانت مراجعتنا للمزاراتي القراكالي فئة المودنة أتمنى أن هذا الثالث على إعجابكم ولا تنسوا أن نبدع منكم بلايك سبسكرايب وشير للفيديو ونشوفكم في الفيديوهات الجاية